هروح هنا على مسألة منتجات أخرى يعني فيه ناس تي يتقول مثلاً إيه يعني حتى من ضمن الأسئلة اللي جات لنا حتى أنا هقراه بالنص اللي جالنا على فيسبوك ضمان هل فيه ضمان ضد عيوب التصنيع واللي بتظهر أحياناً كتير بعد عملية البيع بنلاقيها ساعات في الملابس بنلاقيها ساعات كتير بتكون حاجات مركونة عند البائع وبيروح جاي مطلعها وقت الأوكازيون ويقول لسأنا عمل لكم تخفيض بعد كده بنكتشف أن فيها عيب ما تطلع بقى قطعة ملابس تطلع ساعة دي طلع حزاء تطلع أياً كان خلينا نقسم المواضيع شوية عشان هنا كل مجال سلعي ليه طبيعة مختلفة فلو كلمنا عن ملابس والناس دايماً عندها يعني انطباع أنه هو ليه بيحصل أوكازيون فبالتالي دايماً عندهم تصور أن الأوكازيون ده بيتضحك عليهم خليني أشرح الحكاية دي أو مش بيتضحك عليهم خلينا نقولها بشكل أدق أكيد الراجل دم يعني يعني مش ممكن يكون بيكسب 70% أو 80% مش 70% لما ينزل تخفيض 70% يبقى كان بيكسب 300% أو 400% أو كذا هنا هنوضح المسألة فيما يخص الملابس وكذا الملابس السلعة بتخضع للموسم يعني أنت حضرك الجاكت الجميل أنت لابسه ده مش هتلبسه سنة جاية أو مش هتشتريه السنة جاية فبالتالي لو الرجل اللي بيبيعه قعد عنده للسنة الجاية فهو أرضاً يهلكه بالكامل لأنه فشل لأنه موضة لأنه لون زائد أن عليه مصاريف تخزين صح بيتكلفها عشان يخزن الجاكت ده زائد الأهم من ده إن لو ما باعش الجاكت ده دلوقتي بأي سعر حتى لو كانت تكلفة أو أقل منها مش هبامعه سيولة عشان يشتري ملابس السيزن الموسم اللي بعد فبالتالي بتيجي عملية التصفية ودي فكرة علامية بتيجي عملية التصفية وبتبان قوي في الملابس والحاجات دي إنها بتتم عملية التصفية بصراعة جامد جداً في محاولة لأنه يحصل على سيولة نقدية عشان يمول بيها شيرة المنتجات الجديدة وعشان يوفر مصاريف التخزين وعشان ما يضطرش إن هو يعد من المنتج لأنه قد يكون ما بقاش لي قيمة أو إن المنتج ده هو اللي جاي من السنة اللي فاتت يعني اللي هو عليه سبعين في المية خصم أو عليه ستين في المية قد يكون المنتج بتاع السنة اللي فاتت اللي اضطر يخزنه فمن هنا بتيجي فكرة التصفية الموسمية مش إن المنتج فيه عيب أو كذا لأن هنا القانون واضح جداً ده يعتبر غش تجاري لو نازل المنتج فيه عيب من غير ما يؤشر إليه يعني ما يحطش عليه علامة ويقول إن ده فيه عيب فهنا في الحالة دي تعتبر غش تجاري لكن التصفية في حد ذاتها كفكرة هي فكرة تجارية معمولة علشان التاجر يبتدي بيها الموسم الجديد هل ده معناه بيحصلش مخالفات؟ لا طبعاً بيحصل مخالفات أمال إحنا عاديين بنيعمل إيه؟ عشان نرصد المخالفات عشان نعمل مخالفة بتوصل غرامتها لتنين مليون جنيه لو خدعك ترجمة نانسي قنقر